وآخيرا حسم الجدل حول إمكانية نيل حكومة البيبة للثقة من مجلس النواب فبعد التأم المجلس في مدينة السرد في جلسة رسمية مكتملة النصاب وعلى مدار ثلاثة أيام من النقاشات والمداولات تخلى لها استماع لرئيس الحكومة وعرض لتشكلته الوزرية وما آثرته من جدل وانتقادات حسم النواب كل تلك الجدالات بمنح الثقة لحكومة عبد الحميد البيبة بأغلبية 132 صوتا نتيجة لاقت ارتياحا شعبيا واسعا وترحيبا رسميا كبيرا على المستويين المحلي والدولي شعبيا تنفس الليبيون الصعداء وهم يراقبون هذه العملية التي ينظر إليها الكثيرون نظرة أمل في التغيير وإحداث فجوة في نفق الأزمة الليبية الذي انسد لسنوات لعل أن يلوح وراءها ولو بصيصا من الضوء يبشر بنهاية سلسلة الأزمات التي عصفت بهم وأحالت حياتهم إلى الظلام ورسميا رحب رئيس المجلس الرئاسي فيز السراج ووزراء في حكومته بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة البيبة كما أعرب السراج عن استعداده لتسليم السلطة للحكومة الجديدة أما على الصعيد الدولي فقد رحبت مختلف الأطراف بخطوة منح الثقة لحكومة البيبة حيث اعتبرتها روسيا خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة الليبية كما أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها معتبرة بدورها منح الثقة خطوة مهمة لتنفيذ خارطة ملتقى الحوار السياسي ألمانيا من خلال وزير خارجيتها هيكو ماس دعت المجتمع الدولي لتقديم الدعم لبناء ليبيا في المرحلة الانتقالية الحالية وأعربت إيطاليا عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة قطر وتركيا والكويت والجزائر لم يتخلف عن موكب المرحبين بالحكومة الجديدة معربين بدورهم عن تأييدهم واستعدادهم لتقديم الدعم لها البعثة الأممية في ليبيا هنأت الشعب الليبي بهذه الخطوة التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالخطوة المهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار والأمن في ليبيا ولكن رغم تجاوز دبيب لتحدي نيل الثقة والترحيب الذي حظي به من مختلف الأطراف فإن الأهم ربما لم يأتي بعد فصعوبة المرحلة وحساسيتها وثقل التحديات التي تواجهها هذه الحكومة الجديدة مع قصر عمرها الذي يفترض أن لا يتجاوز العام يلح علينا بالسؤال عن ماذا بعد نيل الثقة وهل ستكون هذه الحكومة مختلفة عن سابقتها وقادرة على تحقيق تعهدتها أم أنها مهددة هي الأخرى بالفشل والإخفاق